بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 بهذه الكلمات توجد بيننا وبينكم نجوة مفادها أننا نود أن يصحب بعضنا بعضا إلى طريق الجنات إلى طريق الله إلى طريق الحنان المنان وأن نبعد كل البعد عن النار فلابد أن ننضوية وننزوية تحت لواء من ألوية فئات أهل الجنة ترى ما هي فئاتهم وما أقسامهم وهل المؤمنون داخل الجنة أنواع وأقسام أم ماذا وكيف نصل إليهم نصل إليهم بهذه النجوة التي بيننا وبينكم مع الدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمكم ورحمة مفضلاتكم ورحمة مفضلاتكم وإه балات والسعارة ومازلنا أن نتريد في الجنة خلف فضيلاتكم وهذا العرض الشيق والشيق التي تتفضلون به عبر شاشة الشرق الفضائي نسأل الله أن يكون شرحنا للمسألة يصل إلى قلوب المشهدين والمستمعين وعقولهم وندعو الله عز وجل أن يكون خالصا لأجه سبحانه منا ومنهم إن شاء الله حتى يبارك رب العباد في العلم الذي يقال وفي العلم الذي يستمع إليه بإذن الله تعالى ونعلم أن المسافر دعوته مستجابة إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين ونعلم أنك مسافر إلى كندا بعض البرنامج مباشرة إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله عندنا مؤتمر إسلامي هناك نعم في كندا إن شاء الله التعود بسلامة الله ونفعله بكم ولا تنسانوا من صالح الدعوات بارك الوافق فضية الشيخ عمر عبد الكافي في الجنات أهل الجنة بالقطع هل هم فئات لأنهم درجات هل لهم أسماء محددة صفات معينة ألوية جماعات أم كلهم صنف واحد من المؤمنين الأطقياء لله سبحانه وتعالى أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يعني الناس في الدنيا درجات يعني الله عز وجل لم يجعل الناس طبقات ليست أنك طبقية في الإسلام يعني لا يقال إن هذا غني وهذا فقير هذا من علية القوم هذا من السوقة والدهماء لأنه ربما يكون هذا تقسيم سيسيولوجي موجود أعضر في هذا المصطلح علم الاجتماعي لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يعني الله جعل الناس درجات بما أوتوا من علم فقط وأنا عالم في الموضوع الفلاني جاهل في عشرين موضوع آخر أفقى في القضية الفلانية لكني أجهل حتى قال ابن عطاء في مناجاته يا ربي كيف لا أكون جهولا في علمي وأنا الجهول في جهلي كيف لا أكون جهولا في علمي لأن علمي قاصر فكيف لا أكون جهولا في جهلي أنا أصلا الأساسا جاهل مهما أتيت من علم فالجهول في جهل فما أتي عبد مننا من العلم إلا قليلا لا يقول إنسان أنا أعلم أنا أعرف هو أعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أعلم لكن يدعي العلم هذه قضية سبحان الله أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني ما خير الأماكن يا رسول الله وما شرها قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني يا جبريل ما خير البقاع وما أشرها قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير جبريل غير مأذون له في الفتية درس جميل لكن مليارات المسلمين أو ملايين المسلمين اليوم يفتل كل واحد يفتل بما يهرفه بما لا يعرف كل واحد ماذا يهرفه بما لا يعرف نعم إذا كان الناس في الدنيا درجات فهم في الآخرة نفس الدرجات قلنا درجات الآخرة بقدر قلة انغماس الناس في حب الدنيا صحيح الدنيا والآخرة ضررتان إذا جاز التعبير إن أرضي تألف أغضر تباء وإن أرضي تباء أغضر تألف الليل والنهار لا يجتمعان فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستوان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد اجعل الدنيا وسيلة للآخرة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة هذا هو النصيب فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر من غمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم سواء في الحق أو في الباطل فهون يتفاضلون بالدرجات في الجنة من هذه الأسماء والدرجات من أرقى الدرجات في الجنة من أعلى الدرجات نحن قلنا أن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة أين الحمدون لله على كل حال فأولاد الذين يدخلون الجنة دون حساب بأعلى درجة الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السرع والدراء يعني في كل أمر يحمد الله لأنه يعلم أن بسيطة يعني تبدو بسيطة تبدو بسيطة يعني عايزة تربية تربية نفس عايزة تهذيب يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين هذا باب يغلق على اللساء ولغم ذلك اللساء وحش كاسر ينفلت صح لأنني رغم أن وجود الباب لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح يعني المصيبة أن الإنسان الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر تلك هي المصيبة نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم يعني نحتاج أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى نعم فقطاع كبير في الجنة هو قطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم التصدير الحلقة بآيات آخر سورة الفرقان عباد الرحمن هذه طائفة خاصة يقول بعض العلماء أن هناك لوحة أو كأننا نتصور هكذا أو نتخلق أن هنا يسكن عباد الرحمن كطاع من عباد الرحمن شيء لا خصوصي لا لا لهم خصوصي لأنهم لهم صفات محددة عباد الرحمن في الدنيا في الدنيا يعني إذا كنت أنت من حصلت على هذه الصفات كشهادة إجازة أنت تدرس مدد كذا وكذا وكذا تحصل على إجازة كذا سهل تحقيقها أم صعب يعني هو سهل على من يسر الله له وطرق هو أسبابها وكابد نفسه حتى بلغ إياها إذا بعد إذن فضلاتكم ليأكل موضوع الحديث عن عباد الرحمن رقم الله ونرصد تلك الصفات هذه الصفات والإخوة المشاهدين والمشاهدين يراجعون معنا في كل الصفة هل هي موجودة أم غير يعني هيا اللي يحضر كل واحد منهم ورقة وقلما ويكتب وسوف نوضح صفة الصفة وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة فيه ثم يجعلها منهجا إلى أن يعني ونحن في هذه الأيام الطيبة أيام الحج المبارك إن شاء الله أن هذه أيام عظيمة عند الله عز وجل أن أخلص نفسي مما يضادها ويقف أمام الوصول إليها ويتصف بها جميل إذن كل واحد مننا يستطيع أن يضع لنفسه نسبة مئوية من صفات عباد الرحمن لا بد أن نحتاج إلى برنامج عمل أي وزارة أي مؤسسة أي هيئة تضع الجدول الزمني لإنهاء مشروع معين الخطة السنوية الخطة الخمسية الخطة العشرية صحيح نضع الخطة الدهرية التي سوف أذهب ولا أعود مبارك الله هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف وما دون سن التكليف في الخمسية في السن التكليف في الجنة شرح وقلنا أن في ولدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لألوء منثورة قال العلماء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغراً وهناك علماء أخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من أبناء المسلمين ومن غير أبناء المسلمين هم في الجنة ومن غير أبناء المسلمين لم يُكلف سبحان الله يعني المفروض أن نفرح يفرح الإنسان كلما رأى إنساناً يهديه الله يفرح الإنسان كلما رأى إنساناً يرق قلبه لذكر الله أفرح عندما أرى امرأةً غطت نفسه بعد أن كانت عليها أفرح إذا رأيته إنسان كلاه يصلي وبدأ في الصلاة أفرح إذا كان إنسان رأيته يتعاطى الخمر ثم تاب إلى الله عز و جل أفرح إذا رأيت إنسان يعني عزه بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب إلى الله فنفرح إذا رأينا كظيظا في الجنة وعلى أبوابها إلى صفات عباد الرحمن من هم عباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان في أخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن أول صفة الذين يمشون على الأرض هون نعم اللهم أهل التواضع يعني إذن في المقابل من تكبر ليس من عباد الرحمن لا ده مش ليس من عباد الرحمن بس ده لا يدخل إلى الجنة المتكبر لا يدخلها متكبر قانون لا ده لا يدخلها متكبر ما هو المتكبر أو الكبر الكبر هو يعني يعني بطر الحق وغمط الناس يعني استقلال قيمة الناس أمامه إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد أخفق بله على غير هواه إما أن تأخذه العزة بالإثل وإما أن يتملص من المصيحة وإما أن كما يقول علماء النفس يعمل عليك إسقاط يعني يأتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك أنت ليعلق مصائبه وعلى آخرين يعني سبحان الله العظيم يقول أنا أنا الذي سويت أنا الذي صنعت أنا الذي عملت أنا سبحان الله العظيم يظن أنه هو العلم الوحيد في المجلس هو العلم الوحيد على الشاشة هو العلم الوحيد في الفقه هو العلم الوحيد في الطب هذا كبر يا أخي سبحانه ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل فبكر حاضرون جميعا فسأله أحد الحاضرين هل في الأرض من هو أعلم منك يا كريم الله قال لا سبحان الله إجابة طبيعا ليه نبي ورسول وكريم يعني من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه أمر طبيعي ولكنه استرجع لأنه تربية خاصة قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه قال يا موسى الخضر أعلم منك أين هو دلني عليه قال هناك عند مجمع البحرين وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة واخد الحوت معه المهم فلما دخل على الخضر ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم مصيبة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم أنا سوف أقول البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم ثم آتي لآخر القصة لأن القصة معروفة عند الناس كده وليس هذا مكانها سوف آتي لآخر القصة ليعلمني الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة مما علمت يعني أنت تعلمني رشدة أم مما علمت رشدة هذه وتلك أجوز كده أن تعلمني رشدة مما علمت أو أنت لما أتعلم منك أصيد أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل من قبل وكدهما خير سليم هل أتبعك وهذا أدب هل أتبعك هل أتبعك لا بد من الاتبع الاتبع خير من الاتبع لم يقل أجلس معك أو أصحيك لا تعال أنا فرقت وقتي أنا ليس عندي وقت لك أنا فاضي دلوقتي لا هاتب عندك قل ما عندك هل أتبعك كات المفاجأة قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما وهو يعلم يعرف أن هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله النبي أطلح قال إنك لن تستطيع معي صبر وعللها وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مرميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أظن يعني منتدرس إسلام قال فإن اتبعتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكره وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره رح نجد قتل الغلام فاعترض قال ألم أقل لك إنك بدأت اللاجة تحتد أول مرة قال ألم أقل إنك لم تستطيع أول مرة قال إنك لم تستطيع معي صبره ألم أقل لك لك جاء في المرة الثالثة قالوا أنت خلاص أنت مفصول هذا فرق بينهم خلاص سأنبيك قلت في الآخر خالص في آخر القصة قال إيه وما فعلته عن أمري كما تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلوهما يا رب العباد خيرا منه زكاة أقرب روحما وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صلى هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه يقول لك أنا عندي عقل ذكي أنا مش عارف من عندياتي سبحان الله وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري سبحان الله حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رأاه مستقرا عنده هو الأول قال قال عفريت من الجن أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك كثير وإني عليه الأخير الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب كثير من المفسرين يرونه أنه سليمان نفسه هو نفسه هو نفسه سبحانه قال يعني الترسل الموجود بين الضمائر والضمائر السرد المتكلم يجوز يعني يجوز يجوز وكل قاعدة لها استثناؤها قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن حوارك حوارك خلال والخلاص أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجبه لك ممكن يكون هذا في إضمار المعنى هكذا يضمار المعنى هكذا صحان الله فلما رأى مستقرا عنده لم يقول هذا من ضمن الملك الذي أتيته هذا من ضمن السيطرة لا داعي أن أنا خلاص لكن أنا من ضمن السيطرة شوف خرج عندي مريد من المريدين جاء بالعرش في أقل من طرف التعاية لا قال هذا من فضل ربي ليبلوهني أشكره أكفر هذا هو المنطق الأمور فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جرى ذيله خيالاء جرى ذيله في النار يوم القيادة نفس القضية لأنه كبر الكبر ألا أقبل نصيحة الغير مثلا مثلا زوج شريد مع زوجته ننصح يا أخي تق الله يا أخي ذنب لا أقبل نصيحة الغير زوجة نفس القضية جار عامل موظف رئيس مؤسسة يا أخي تق الله لا أقبل نصيحة الغير يعني ربما لا توافق عقله وهواء يا أخي إن عز أخوك فهن قال العرب هكذا يعني أخوك شديد شوية خف انت شوية ما لا ما لا بد أن نلتقي أنت لك عقل ولي عقل تمام ففي مسألة ليس لها ميزان واضح لا بد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة لكن أن أقف أنا في مكاني وأطالبك أنت أن تأتي حلو يعني إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب تسرح سيدنا دون قال لقد ظلمك بسؤال دعجتك وإن كثيرا من الخرطاء لا أبغي بعضهم على بعض سبحان الله فالقضية أن يعني لن كن لينا حتى يعني يعني نفتح باب والشخصية والبريستيج والمهتالي معذرة في هذه المصطلحات هذا من تلبيس إبليس هذا من تلبيس إبليس والكرامة والعزة لا لا بلحكس أنا عندما وحما كليب لا لا حما كليب هذا يعني يود العرب في ستين سلامة يعني راح العرب في ده وقتلت الألاف وثلاثة ألاف قتلوا في بين العرب وما النتيجة إلا أن نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام خلاص يعني عندما يعني يعني يليين للناس أليم عندما أرى مجموعة من الناس لها لها مقامها ولها مكانتها لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا وسبحان الله وفي ناس قبل أن تموت توصي لا تذهب إلى عمك لا تزرقالك لا تجعله يحضر غسلي تجعله يحضر جنازتي لا 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 لماذا سبحان الله بالمناسبة يجب تنفيذ هذه الوصية لا لا هذه وصية جائرة لا 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 ومع دين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد واحد مسلم يعرفه الحسن قال للمغتاب الحسن يعني قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم قال لا قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا قال لا هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا قال عجبا سلم كل أعداء الله وهؤلاء منك وما سلم منك عرضه أخيك المسلم لا إله إلا الله يعني أنت ما فيش ولا كافر ورحلوا منك أذى ورحل أذى بس للمسلم اللي يقول لا إله إلا الله ياخذ ديده وقاربه درس بليغ أنت أنت بينك وبين أخوك إحنا أو 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 شيء يعني غضب أو شيء من هذا المنطق يعني خده على جنب وقول يا فلان أنا زعلان منك أنا أخذ على خطر منك شوي نكون أغضب نعم اغضب لا 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 أنا لو قلتها بصدق نيا إن شاء الله ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليا الحميم إذا دفعت بالذي أحسن انقلب العدو وليا الحميم هذه آية الله ومن أصدق من الله ق이드 قال وما يلقى إلا الذين صبروا لا أمانه وما يلقى إلا الذين صبروا مشروطا لا لا من أي الطرفين الذي دفع الذي دفع بالذي أحسن هو من الذين صبروا صحيح وعلي ما لا نكون وما نعايز ندخل الجنة وما نكرم عن الوعان الحق ليه ما وربنا جعلنا طبقات لا وما هو بسه بسه الطبق أو درجات ما عليك درجات هذه الدرجات هذه الدرجات لنكون فيها لأن أقصد يقال أنه ربنا هذا فضل الله ربنا جعلني هكذا لا 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 أأمر فأطاع والناس تجري خلق هذا ربنا أشاء كده لا 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 هذا من الكبر لأن سيدنا السلام ما أرش هذا من عقلي هذا من ملقي قال لا هذا من فضل ربي يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين نوع مبدع ونوع شغيل أو من الشغالات هو من النوع المبدع الشغالات تجري خلفه وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق هذا التفضيل له صورة باية الحلال في الرزق ما هو سبحان الله إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخد وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي لكنها أموال الغنية حضرتك أكد وتعب عمل إنما المال مال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من الغني هذا؟ هذا فقير فقير لما أعطاه الله المال لا لا ليبلوني أصبره أم أشكره أم أكفر ليبلوني إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني فتنة ابتلاء الله يرضعني يبتليني رب العباد بهذا زي الذهب لما يفتتن في النار شوف ها في معدن تاني يدخل نار خلق انته ربنا بيبتلي بيختبرنا بالعلم ها يختبر فيه يختبرك في الجاه يخليك على باب مسؤول تستطيع أن توصل طلبات الناس إليه ها فانقصرت لأن رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعمة للناس فإن قاموا فيها زادهم من فضله وإن لم يقوموا بها سلبها منهم ثم أعطاه لغيره قاموا بمعنى طبعا يعني عملوا منهجه عملوا بس يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى بس عمل أي شيء طيب يعني هل المطلوب أن نمشي هون على الأرض لا مش يقناه عن عن التواضع 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 يعني يعني أنا ابن فلان لا لا سيدنا لخمان قال له إيه إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولها ها إن كنت يعني أقوى قوي يعني إضرب الأرض برجلك وشوف أنت هتغوص في اليلة وبعدين أنت الجبل أكبر منك ففي إيه في إيه وبعدين إيه يعني يقول خفف الوط آه الله يرضى عليك خفف الوط إليه لما كانه صديق وتولى منصبا كبيرا فبدأ يعني يعني يزوجه يعني لا يزوجه فبعده القصيدة القصيدة ما شوء الطين الطين نسي الطين ساعة نسي الطين ساعة إنه طين حقير فتاه تيها فصار تيها وعربت وكذل خز جسمه فتباهى وحوال ما لكي سهو فتمرت يا أخي لا تمر بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد أنت لا تأكل النظار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد أن تمثي من السرى وإليه أنت رايح في الطراب في الطراب فعلى ما يا سيدي تيه والصد ليه تقبل ليه تقبل على العبد الله يا أخي أنا وأنت من الطراب وسوف نعود إلى الطراب أنا وأنت من بني آدم كلكم لآدم وآدم من طراب لا فضل العربين على أعجمي وعلى الملاجئة للعراب اهتج لما شاف النبي وخاف وتلتر رب تعالى هون عليك ما أنا إلا ابن مرأة إن كانت تأكل القديدة بمكة سبحان الله من سيدنا محمد حينما رآه الأعرابي الأعرابي أول مرة شكرا رسول الله فالراجد له حصله رعدة سبحان الله أو كان له هيبة أو النور سبحان الله فرب تعالى هون عليك ما أنا إلا ابن مرأة كانت تأكل القديدة بمكة هدا طواضر عن مين يا أخي ما رؤية مادة رجليه بين صحابتي قط كان لا يسير أمامهم سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله في التواضع تأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم هل هذا حتى من قدر رسول الله المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة لابد التواضع في المشي وبدأت الآية بها انت ورمش في التعامل لكن هناك اذا مهذب لكن فيه ناس الكبر ينطق من خطواتها عمر بن عبد العزيز المسرجة انطفقت فقام هو أمير المؤمنين أوقد المسرجة ثم عاد قال يا أمير المؤمنين مرأة لنا قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر صفان الله ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز جميل جميل كان لنا شيخ الله يرحمه كان لما يقول يا مولانا فلان شتمني يقول له في وجهك ولا كان في فمه ناحيته يعني كان في وجهي يقول له في يعني هذارة جاءت على وجهك يعني يا ابني أنت أخذت حسنات وهو أخذ سيئات أعني ستضعف حسناتك وإذا له بالخير ليس أعني ستضعف أنت أخذت حسنات وخلاص أسكت ما كذا بس ألا يصيبون هذا بالذلة والهوان يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب أن نكون أذلة نحن مع الكفار يجب أن نكون أعزة الدليل الدليل ربنا وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ذليل مع المؤمن متواضع لا طيب إليه واحد يصلي كيف كافرين كيف أخبر الكافر لا أعب ذلة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى نحن أعلى بلا إله إلا الله من قام به إن كنتم إذا شلت الشرط أنت مش بوجود مشروط صحيح إن الشرط فماذا تنتظر لا بد من التواضع لا بد من التواضع أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فيه هذه الصفة وليعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم وأنا أسأل الله من فضل أنت عايز مال أنت عطيت فلان مال يا ربي أعطيني زيه أعطيت فلان علم أعطيني زيه أعطيت فلان شهر أعطيني زيه إذا كنت عايز أطلب قزائن ولا تنفت بدل ما أحقد على أخوية أطلب من الله يعني للرجال نصيبهم مما اكتسب وللنساء نصيبهم مما اكتسب واسألوا الله من فضله إلا أعطى هذا وأعطى ذلك يأتي سبحان الله والقصة اللي بتاع الصحيح مسلم الأبرس والأعمى والتاني المصب ببرس الأكمل سبحان الله وجاهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال اللي عرف نعمة الله زيدت له واللي أنكر نعمة الله ورسته كابر أنا عن كابر طيب ينسي شوفوا الكابر عن كابر نفعك فيه تمتع سبحان الله ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعيذب الله من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة صورة الكاف وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بناخر وجعلنا بينهما زرع كتا الجنتين آتت أكلها ولم طلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهر وكذا له ثمر شوف المتكبر لمنطق قال له صاحبه وهو يحاوله بدأ في البداية صاحب المؤمن لا 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 احنا خلينا في العديد الأول قال المجرم هذا بصر جنة كده قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صاحب المدنية اليوم أصحاب المدنية والحضر قال له لا لا تبيد المدنية ما أظن أن تبيد هذه أبدا الحضرة دي إزاي تزوج وما أظن الساعة قائمة ولا إرودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى لا دا مش ثقة في الله دا هو أمكان دا هو يقول لها حتى لو كان في آخرة أنا أرضو هاجت هناك العز تحت من دي إيه التانية أكهرت بالذي خلقك من تراب رجعوا إيه إلى حضرة ثم سواك رجل ثم من نطفة ثم سواك رجل لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بعدين ينصعه ولولا إذ دقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أنت إيه يعني عندك مليار وإيه يعني إيه المليار عند الله يرطيني يا سيدي مليار بس أنا مش عايزي مليار عشان أصب ما أصبت أنت به لأن في صنف نمرود ولو أنعمنا على الإنسان لأعرض ونأى بالجانب صحيح أنا عندي وأي فعل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بالجانب سبحان الله إذا مسته الشر وكان يأوس لا إله إلا الله هكذا صفته لا إله إلا الله فتنجل له إيه عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا واللي جاء بالماء هو الله وربنا يغوره في الأرض يغور سبحان الله فما يأتيكم بماء معين من إلا الله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره جاء آفة بالليك خلت الأشجار جذوع بالليل بالليك أحيط بثمره يا الله أحيط أحيط بثمره فأصبح فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هل رحمه أحد ما كاد له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا ما زكره الله أنا أريد المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا والعقيلة تزداد هناك الولاية أم الولاية لا الولاية لله سبحانه وتعالى وفي قراءة الولاية لكن هي الولاية أن يتولاك رب العبادة عز وجل لأنك توليت كتابه وسنته في الدنيا هذا هو الدرس ونالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقب العاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة المتقين يعني أي إنسان يتعالى بماله يتعالى بعلمه يتعالى بجاهه لا الذي أعتق العلم والجاه يسلبه وربنا قال في الحديث القدسي الكبرياء الردائي أنا والعظمة إزاري من نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لأوباري يعني الكلام في الصفات عبد الرحمن كثير ولدي أسئلة كثيرة ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟ الكبر الكبرياء صفة من صفات الله فكيف تأخذها أنت؟ يعني شوف نقولنا إن لله نوعاني من الصفات نوعاني من الصفات نوعاني صح نوعاني لما نمتلم وقت نعني صحت لسان الكيات نعم هذا صح صح و لهذا لان ورجعك و لهذاك أذني ما إردشتها فهذان النوعان سبحان الدائر العظيم نعم الصفات الأولى صفات الجمال صفات الجمال الرحمن الرحيم الغفور الودود الشكور الحليم الصبور وصفات جلال المتكبر القهار الجبار المعز وهكذا صفات الجمال أتخلق بها الودود مع الناس وصفات الجلال أنقمع وأخف منها ومنها المتكبر لا يا الله لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر قال أسجد لما خلقت طينا أنا خير منه أنا خير منه بس طعس كبر أكثر من هذا اسأل أي إنسان مش الرجل لما دخل وصفه وقال الرسول الله لا لا يستحكد أولا ودخل الرجل تتقطر منه أثر الوضوء في الماء هذا الذي مدحناه لك آنفا قال إني أرى فيه صفعة أو عليه صفعة من الصفعة الكبر علامة من علامة الكبر فجرس الرجل سبحانه الله قال له يا أخ الإسلام الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أما مر بخاطرك أنك خير من من حولك يعني مرة كده يقول أنا أحسن واحد هذا أعلم واحد أنا أغنى واحد أنا أجمل الجميلات أنا أحلى مش عرف وهكذا وحد أو واحد قال أمر يا رسول الله قال أما أخبرتكم أن فيه صفعة من صفحات الكبر الله أكبر ولو مر ببالي مر تكبر هذا من الكبر هذا من الكبر كلنا ذاك الرجل طيب من أن يتبع دين لا حول ولا قطو ما الأول صفة الذين يمشون على الأرض هؤلنا ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عبادكم طيب هذا الترتيب لما قال عباد الرحمن تحديدا ولم يقل عباد الله عباد الرحمن لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا يعني يرحم الله وعباده في الدنيا عبد الرحيم مثلا الرحيم فاصل الرحمن لا 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 يا رحمن الدنيا ورحيم الأخرة الرحمن صفة مبالغة من الرحيم لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر وفي الأخرة لا يرحم إدى المؤمن يعني الرحمن في الدنيا يرحم الرحمة الدنيا رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر وفي الآخرة لا يرحم بها المؤمن ولهذا رحيم طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون لا قد عفلح المؤمنون وهناك صفات أيضا نحن نتحدث عن عباد الرحمن فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة فتبدأ في الدنيا فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن مع ذلك في خارج النفس الذين يبيتون لربهم سجادا وقيام الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هون لن يتصف بوقية الصفات الله لن الكبر باب التواضع باب للدخول على بيت الإيمان فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان مرة ثانية هذه الجملة التواضع باب للدخول على الإيمان على بيت الإيمان دار الإيمان قصر الإيمان بابها التواضع فإن كان الباب كبر لم تدخل ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون bloots يمشونية على الأرض هون 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 سبحان الله وبعد כן؟ طب يقول يمشون لم يقل مشوا أو عاشوا لا لا ما يمشون تدل على الاستمرارية أن طيلة así وحياة أبنائه وأحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصبك مهما وصل به الأمر أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار قالوا مان يا رسول قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام يعني يعني واحد كده وخمسة ستة عديد حوالي وقفين كده ماش حاجة يعني مولانا منظر والله تشوف ابن مسعود ماشي الناس المتابعين وراه الى اين الناس دي مش اي حاجة عندي راحين فين ايه اللامة دي ايه زحمة دي قالوا نحبك يا ابن مسعود قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع انتوا هتودون فده يا دي ذلة للتابع لهم وفتنة للمتبوع انا امشه لله انا ابن مسعود انا بنا نشوشه وراي يا اخي الله اكبر هو حريص هو حريص سبحان الله حريص على انه ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة سبحان الله نعم وعباد الرحمن من الذين يمشون على الارض هونا ومراصق به ايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه من هم الجاهلون اولا الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم مقام الكبير مقام الحاكم مقام الحكيم مقام الانسان ذو الاعتبار ما فيه ناس اخلاشة صحيح ولا بد ان نوقرها صحيح انا امر طبيعي طبعا الاسلام دايما يضع الناس في مواضح سبحان الله يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر ما لقوله عمر بن معدي كارب عمر بن معدي كارب فارس العرب فقالوا صمصاماتوا يا امير المؤمنين سيفه سيفه قال ارسله اليك سيدنا عمر الخطار فارسله الامير بن عايز السيف بتاعك كان طويل هذا نعم ثلاثة عمر طبعا يعني خمسة ستة يحملوا بس مجرد هو بيحملوا والجان في فرس والنبال والرماح والدرقة وشغلان سبحان الله فامسك عمر لما ارسله فهزه هكذا وامسك بسيدنا امسك بس سيف هزه كذا قال هذي سيف عادية فيه سيف هذي اعيدوه العمر فقال العمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر ما فيه شيء جديد يعني قال امير المؤمنين ارسلت لك السيف وما ارسلت لك اليد التي انتم بسكه يا ده بس واحد وثق عن نفسه جميل فالجاهل الذي يجهى المقام من يحدث يعني دخل رجل على ابو الاسود الدؤلي أبو الأسود الدوء ده رجل يعني إيه؟ يعني إنته فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينكشه يعني أبو الأسود ده ضلت وعايز يعني يخد المرينه قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ الله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فرضخته رطخا فتركته فرخا فأبو الأسود وجد الأير فعلا عنده كلمات غريبة يطلح قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهره وتصره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا أبو الأسود لقد طلقت منه وانقطت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت قال له اسكت إيه بضي يا دي؟ قال له دي من غريبة اللغة؟ قال له علاءة بالأسود؟ عنده؟ عندنا ده 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 قال له يا أبني إذا رأيت غريبة اللغة فتفنها كما تدفل انهرة أخرى بفضلاتها الفلسفة عليها الفلسفة تتعالم على العالم؟ فلمشكلة صحيح كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من أبنائه تنظر في وجه الحسن كأنما يسمع الحديث لأول مرة وهو يحفظه من قبل أن يولد هذا الشاب هذا من أدب العلم هذا من أدب العلم سبحان الله الإمام الشافعي كان عنده خمسة عشر عام فجالس في مجلس مالك فدخل رجل يقول يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون طالقا إن لم تكن أجمل من القمر قال زوجك طالق لا يوجد حد أجمل من القمر ولا كان يطالق قمر ولي شفه من الصخور وحلته بما أعلم كان رجع في فتوى فالرجل ماشي من المسجد من المسجد تلميذ الشافعي فالشافعي جالس في المجلس قدمه لم يكن أعلم در الهجرة سبحان الله فقال يا إمام تتكرني بالآيات الكريمة الشافعي إن قد خلقنا قمر في أحسن تقويم أم خلقنا الإنسان قال تعال يا رجل تعال يا رجل زوجاتك غير طالق الله شف الله الكاتكوت الفصيح من البيض يصيح صحيح قلونا هكذا لقد خلقنا الإنسان وقل ذكرني ذكرني يعني هي الآية طلع الإنسان ولا القمر ولا الإنسان تعال درجلتك عجمل من القبر سبحان الله سبحان الله يعني لو كانت فيها كل الدمامة فهي عجمل من القبر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله نعم وإذا خاطبهم هنا إذا على التحقيق لم يقل إن لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين لا محالة يعني هو واقع هناك كلام لا العالم مليء بالجهال صحيح العالم مليء بالجهال هذا قال وإذا ولم يقل وإن خاطبهم قالوا لابل حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين بلدي كذا فقال أنا على عد عقلاهم أقدر العقلاد الخمسة ستة سبعة لكن المجانين مليم بالدنيا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم البذاء بالبذاء بل نحسن إليكم هناك ناس تقول سلاما هذه الكلمة تقول سلاما لا لا سلام حالة كون الكلام يعني إذا حدث أرد ردا طيبا أقول برك الله فيك جزاك الله خير سبحان الله علي زين العابدين بيطوف فالناس بتوسع له توسع له توسع له فواحد حاقت كده فاقترب منه قال له يفاجر وصل ناس يقول له علي زين عابدين بكده هو لا يعرفه هو لا يعرف من هذا علي زين العابدين ابن حسين ابن علي جدته فاطن نعم قال له جزاك الله خير عند الكعبة قال له أنت منافق قال له برك الله فيك وشكلك يقول أنك فاجر قال برك فيك فرجل قال له ما فيش فاجر فيها فمشي قال له هذا تعالى أخبرتني عن صفات ثلاث سيئة فقط وأنا فيها من الصفات ماذا أتريد أن تعرفها قال أشهد أن هذا ابن رسول الله لا إله إلا الله الرجل لا يعرفه لا يعرفه لا يعرفه علي زين العابدين هذا ظل في الكوفة أربعين سنة فقراء الكوفة لا يعرفون من يضع لهم أمام عتبة الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والأموال إلا لما مات علي زين العابدين فهم يغسلونها ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت آثار في جسده رضي الله عنه يبقى خلقه أم كلامه خلقه بس وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ليس قولي 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 لسان الحال لسان الحال وليسان المقال ده ليس لسان المقال لسان المقال ده بسيطة ده بسيطة لسان الحال سبحان الله نقول من يجرع الأنيو حديثا هكذا أو يكلمه هكذا هو لا يعرف من أنا ألا تعرف من أنا هذا من الكبر هذا من الكبر أنا بس يقول أنه أنا بس أعرف مقامه المسلم هذا كبر أيضا أيضا طبعا يا ابني يا ابني المسلم سبحانه الله العظيم يعني أسفأ العباد من يظلموا يعني إنسانا لا ناصر له إلا الله زوجته أبوها مات أموها ماتت أخالها سافر ملاش عم ملاش أخ تدي أفتري فيها طب بالله عليك مش قولي يوم القيامة فيها مال الناس دي تروح فيها أن يظلم من لا ناصر له إلا الله إلا الله أما ليه اليتيم حذر الله من إغضاب اليتيم ليه الأرمالة كثيرة الجناح إلا الله الأرمالة ليه غير المطلقة الأرمالة أضعف من المطلقة المطلقة يمكن أن يأتي زوء واحد يتزوج مثلا يقول ما لها أولاد لكن أرمالة ربما أولادها ومشاردة تتزوج واتفع بهم وكده سبحان الله ربما المطلقة هي التي اختارت الطلاقة بنفسها أو أن الله لم يقدر لكن الثاني أخذ زوجها من حياتها فهؤلاء هم الضعفاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما طب بما نسمى هذه الصفة الأولى التواضع الأولى التواضع الدفع السيئة بالحسنة طيب وماذا أيضا من صفات والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامه في المرتبة الثالث أو الدرجة الثالثة المفروض أن في الدرجة الأولى يبيتون لربهم علاقاتهم بالله سبحانه وتعالى أصدر ممكن أنت قد تعودت على قيام الديل لكن ما تعودت أن تكون متواضعا لأنه ضد هو النفس صحيح والله أنا أقوم بالليل شوية ونام بعد كده يعني فيها تعويد لكن إيه تعويدها أن أنا أقول سلام لمن يظلمني أتعامل بالخير مع من يسيء إليه كيف أعفو عن من ظلمني كيف أصل من قطعني كيف أعطي من حرمني لي صعبة ضد هو النفس هو برضو يعني ليس صعب بفعلهم في الدنيا يعني نعم ولكن من درب نفسه وصل إليها من فضل الله عز وجل ونام بالله نعم وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامُ شوف يبيتون يعني أي يقضون الليل أيوة سجدا وقيا شوف ربنا سماها مبيت يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمة قل قل قم الليل إلا قم الليلة ده أمر للرسول الله مش بيتك قم الليلة لا يبيت يعني وَالَّذِينَ يَقُومُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وقِيَامُ مبيتهم تسبيح وتحميد وصلاة لله لأن قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير آسيا امرأة فرعون جسدها في الفرش وقلبها عند العرش ربي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القلب يعني أنا يعجبني والذين يبيتون لربهم لم يقل يقومون أو يصلون لربهم بالليل لأن الإنسان لما يبيت يستريح لما أنام يقول أدمع أبسل هريح شوي صحيح ده إيه راحة ولا تعب راحة هل؟ راحته في قيام الليل يبيت سجدا سجدا وقيامة يعني قدم السجود مع من القيام الأول صحيح لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد سجدا وقيامة وبعدين اللي عندهم الضغط لا ينضبط إلا بكثرة السجود فعلا؟ نعم طبعا ده عجاز علمي نعم سبحان الله سبحان الله اللي عنده مرض الضغط لو ما يقدرش يعمل دماء وقت لو تعود لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة شراء ينضبط ضغطه الله أكبر إذا مسألة الركوبة سجد فيها إعجازات هذا كلام طويل يطول شرح لكن احنا نكرم على أمر الله عز وجل بهذا شوف إن الملائكة لتتراء يتتراء البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراء أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق عطاء بن رباح كان هو زوجته وأمه كان يقسم الليل ثلاث أقسام الأم دولة نأخذ أول الليل وتوقظ زوجته تقوم زوجته تقوم الثلث الثاني بعدين توقظ عطاء يقوم الثلث الثالث بعدين ينقصهم من الثلاثين عشر يصلوا الفجر تمام ماتت أمه قال لزوجته وإن نأخذ بالثلث قالت نقسم الليلة شطرين أنت شطر وأنا شطر سبع سنوات ماتت زوجته ظل عشرين سنة يقوم الليلة كلها وكي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء متى كان يعمل كان يعمل سبحانه شوف الوقت جندي من جنود الله تمام فإن أطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريها يعني فضلتك الآن الناس إذا قامت رقعتين في جو في الليل تستيقظ من نومها بعد صراط العصر لا هؤلاء ما قاموا لله الليل وفضلتك تعرفهم جيدا يعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صراط المغرب أنت واحد جايب لي واحد ما له فيه شبهة وما له فيه حرام وسبحان الله أغذي بالحرام ولسانه والعزب خواط في أعراض الناس وعينه عاملة مرج مراقبة لللي رايحة واللي جاية وقعد على الشاشات يقلب في القنوان وإيده تمتدي إلى الرشوة وعيش تقول لي اعتكف في رمضان هذا سُربت منه البركة أساسا اللحظ وجد لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنة من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله يعني الإنسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره يوسح في رزقه يستجاب دعاءه يا مومن احنا قلنا من قبل لو أن رئيس مؤسسة أنا هاجف الثلث ساعة ثلاثة بصباحا في المؤسسة وللو طلب يجي وهوقع له حد من المصطحة يتأخر لا طيب إذا قال رب العبادة عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم إن ربكم يتنزلوا إلى السماء في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ألا من صاحب حاجة في أقضيها لا ألا من كذا ألا من كذا هل يضيع هذا عند الله لا يضيع ولكن صاحب المصلح يعطي فوري نعم يعطي فوري صاحب المصلح لا يعطي فوري ويأخذ من العزة أبلا شمع تلك قول أنا دعوت الله ولم يستجب لا الله يريد من عبده أن يقف على بابه هذه ميزة أخرى طبعا يريد أن يقف على بابه ويرح في المسألة لأنه لو أعطاه لنصرف ونام وعايز يقوم ويدعو لأنه يحبه ويحبه أن يسمع صوت الله فلا يعجل بعطائه صبح وكده وعدين يفروض يستمشر العبد بهذا نفرض جدل أن واحد تعود خيام الليل وجه مرض أو سافر تفتقده الملائكة لأن الملائكة تعودت سماع صوته الله فتسأل عنه فيقال أنه مرير أنه مسافر تدعو الملائكة له بأن يشفيه رب العباد أو أن يرده سالما وإن كان مات تدعو له بالرحمة لصلاة بالليل لا إلا صلاة الليل وحديث الرسول صوت السلام ألا أدلوكم على شيء إذا فعلتموه تحبابتم وإذا تحبابتم دخلتم بالجنة أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس وصلوا بالليل والناس ليه ليه صلاة الليل لا رياء ولا سمعة كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه ينسل من جوارها كما تخادع الأم وليدها يعني الأم لما تريد أن تنزل عندما الطفل ينام الأم تعمل إذا تنزل من جنبه كيف بهدوء هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته يريد ألا يحس بقيامه للليل أحد إلا خالقه وهذا أجمل ما في الموضوع وهذا المخصوط بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لما لم يقل لله أو للرحمن قال عباد الرحمن لأن الرب هو المربي فهو رباهم على حض قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم فتعلموا هذا من التربية فكان سلوكا والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مش دعاء فقط دعاء عملي يعني مش هقول رب نصرف عنا عذاب جهنم وإلا راح ارتكب ما يغضو بالله فوحش لا لا يعني رب نصرف عنا عذاب جهنم هذا القول يتبعه عمل الذين آمنوا وعملوا لا بد هذا هذا دعاء هذه الصفة الرابعة الرابعة تمام إن شاء الله إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قواما هذا الصفة الخامس يعني له مسرف لأتدالي للمبذرين إخوان الشياطين المسرف أخو الشيطان بالله ولذلك الغني المدخم مسرف والفقير المدخم سفي مرة ثانية الغني المدخم مسرف لأنه لأنه ينفق ماله في مال يرضى الله وفي إهدار الكيان الذي يعني أعطاه له رب العبادة عز وجل والفقير المدخم سفي ولا تتسفها أموالك ينفق ماله في مال يعود عليه بالفائد يعني أعطيه لمال وذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اللي هو التوحيد الخالص كان هذا المفروض الأول العدم الشرك بالله بالحلال القضية ما هو أصلا كل دول عباد الرحمن هو الإيمان يجبعهم حلو؟ نعم الإيمان من غير سلوك لا صح وقدم السلوك قبل الإيمان التسكية مهمة التسكية مهمة هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع نسمة طبعا قلنا أن آيات العبادات في القرآن مئة وعشرة مئة وعشرة آية فقط وآيات القرآن كام ستة ألاف بثين ستة وثلاثين آية يعني تقريبا تقع بثلاثة بالمئة والعبادات وسبعة وثلاثين بالمئة في كتاب لربنا معطلة في حياتنا لا حاولة ولا قطر كلام خطير هذا صحيح كلام وهذا كلام واقع لا لا إلا طبعا وإذن ربنا حتى في ترتيب الصفات وهذا ليس ترتيبا أشوائيا حشر لايا ترتيب مقصود لذاته يعني يعتمي بمعاملة المسلم لأخيه المسلم أنا لما أتكبر على خلق الله ما قلت لك أغلقت باب الإيمان أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا دخلت من باب الكتر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هنا قال الله لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن إله لأن الإله خص التوحيد الله هو إله سبحانه الله يعني كل كلمة ترصد صحيح والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى لأنه اسم الله الأعظم لأنه يدخل الإسلام لو قال إيه أشهد أن لا إله إلا الرحمن يقول لسه ما أسلمت أشهد أن لا إله إلا الغفور مع أنه من أسماء الله وصفاته هنا وقال والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم هنا الله عز وجل هو الإسم الأعظم المختص بالتوحيد توحيد لا صحيح لو الهاء بالضمة هو سبحانه الله جميل هذه المعروف والذين لا يدعون مع الله إلها الأخ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أيوة القتل شوف لزوال الدنيا الدنيا بما فيها أهوان على الله من أن تسفك دم بريء سبحانه الله قال إلا بالحق الحديث بالحق قتل يقتل يعني مثل مكان ما أنا أقتص ما قدنا أولي الأمر في حلقة سابقة ما المقصود بهذه الآية يعني واحد يقول من غير شيء إذا بالحق يعني بالحق يروح يشكل الولي الأمر ولي الأمر يقول الحق يقتل آه يبد أن يكون أن يكون هذا الحق طبع نجد حق لَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِنَّ الْعُصْفُورَةَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ لَا يقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ النفس التي حرم الله قتله بالله يرضى عليك هذا تقدير واللغة هنا تنفع والتي حرم الله إلا بالحق ولكن العصور الصغير يأتي يوم القيامة له عجاج يعني صوت ضخط يسمعه القاصي والداني يقول يا رب خذ حقي من هذا فإنه قتلني عبثا ولم يقتلني لمن فعه العصور فما بل يقتل بني أدمين كله ثمانية قتلة عشرة قتلة وفي قصاص يوم القيامة من الحيوانات لا مش قصائيا يأخذ من حسنات الحسنات الذي قتل عبثا لا صفور ما المرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تقل من خشاش الأرض صحيح والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه اتكاب الفواحش هذه الشرط رقم ثماني تمام يا سيد المراد بالزنة الزنة في حد ذات أم الفواحش الفواحش يعني قد تكون الفواحش نعم ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يفعل ذلك ماذا بقى يفعل هذا كل يعني دعا مع الله لان اخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنة يلقى أثامة ودي أثام دوادي في النار يضع في هؤلاء تعرضنا له في النار فأرجوك لا ترجعنا لي برد الثاني يضاعف له العذاب يوم القيامة ليه الله يضاعف ليه يضاعف ليه يضاعف لا 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 لابس الله عز وجل لحذرك وعطاك البدائل آه وانت لك رب غير الله لا خلاص فين التوعيد فين التوعيد عبود سبحان الله طيب انت من قال لك اقتل هذا من قال وانه في تنبيه بعد من القتل خلاص صحيح من قال لك ارتكب خلاص اعمل البديل الحلال خلاص لا لا تلك سبحان الله يضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة قال يوم القيامة ولم يقل في الدنيا هذا ذريع بان حسابه يوم القيامة فقط لا وحسابه في الدنيا ايضا ايضا تونسع البركة منه والبركة وهو العذب الله الا من تاب هذا استثناء جميل فتح الارد لا من تاب وامن وعمل عملا صالحا توبة ايمان عمر التوبة فهمناها طيب الايمان من ماذا يعني ما هو مؤمن لا ومن يصنع هذه يخرج من الايمان ما هو لا يذن الزاني حين يذن وهو مؤمن ولا اسرق السارق حين اسرق وهو مؤمن ماذا يكون ساعتها الامان موجود مش يعمل كده الايمان يتبخر منه يظله كده بعدين يفتاكبه بعدين يرجع له تاني الله أكبر اقول لك ليه ليه لأنه هو ساعة ما يسرق يعني يتناسى ان الله يراه ساعة ما يدخذ الرشوة يتناسى ان الله يراه ساعة ما يأقع على قرار بظلم انسان وطرد إنسان من عمل وإذاء إنسان وخوضه في عرض إنسان وهكذا هو نسيه أن الله معه لو ذكر أن الله معه لا فعل فالإيمان يبقى عنه إلا من تاب وآمن لا تفهم أنه خرج من الملة لا لا هو أبو من عاصي مسلم عاصي لا يجوز لنا أنه قلت لما قال آمن إلا خرج من الملة لا 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 المرتقب الكبير لا صفي درجة إسلام وفيه آمنه وفيه إزداده إيمانه صحيح يعني هو إذا فعل هو في درجة الإسلام لا شك لم يخذ من الملة حينما يطوب نفهم ماذا يصنع شروط التوبة ثلاثة أو أربعة إذا كانت في حق العباد آمن ماذا يصنع كي يؤمن أنا أؤمن أن الذي أريد أن أقتله أتركه لله عز وجل يقتص ماذا أنا أؤمن بهذا أن إذا ارتكبت مصيبة معينة أبتدي إيه أؤمن أن الله يراني فلن أرتكبها مرة أخرى الله معي الله شاهد علي الله مطلع علي خلاص طيب وأنا موضع الجمهور سمحنا مع ذلك فعجال والذين لا يدعون مع الله هذا بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى طيب تمام ولا يقتلون النفس إذا قتل ويريد أن يبرئ ساحاته من يذهب ويعترف ويقول لأهل القتيل يذهب الأول يدفع الديه هيقتلوه خلاص يبقى شهيد خلاص لا على قدم الشهيد يعني على الأقل يذهب إلى الجنة يعني لا يحسب على فالة لا لا من أقيم عليه حد دخل الجنة لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقد فوا بالحجارة طارت نقطة دم منها على شفة خالد ابن الوليد فتأفف قال يا خالد لقد تابت توبة لو سعت على أهل الأرض وسعته وهذا كان محل سؤال مع الزين والزاني له توبة له توبة ويعترف لا لا يعترف لا لا سترف الله خلاص لا يقول أنه صناح لا 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 يستطر الله سبحانه وتعالى يعني فيها كلام كثير يعني ما يعني إن شاء الله نوده في البرامج القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين إلا من تابر وآمن وعمدة العمل مقترن أيضا بال لا وإذن ما سبحان الله نظريا لا نظريا لا سبحان الله فأولئك يبدل الله سيئاتين حسنات لا سبحان الله مش كمان يمسح السيئات يشير السيئات تنخى وتضع مكانها ايه حسنات وبعدين لا يعاتبه طيب بعد طيب أنا عملت الذنب ده على الأرض تشهد عليه وليد عمل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك إلا تبع عليه وينسي الأرض التي صنعت عليها الذنب وينسي الزمن الذي صنعته للذنب وينسي الحفظة الذين كتبوا عليك الذنب فلا يبقى عليك شاهد إلا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود حتى الحفظة ينسيه من ربنا اسمه نسيهم عشان ما حدشت عليك والصحيفة ونخرز له يوم القيامة الكتابة يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه فعلا سبحانه الله الله أكبر تكتب في صحيفة سيئاته أنه صارت حسنات يبدل سيئاته يبدل شير دي وحط دي ممكن صحيح وكان هناك يضاعف له العثاب إذا اعتاب وآمن يبدل الغرم بالغنم صحيح الغرم بالغنم صح قاعدة أصولية يعني ماذا الغرم بالغنم يعني يعني أنا حريص على كل كلمة تطبيقاتكم لا أفهم لا أفهم ما يفعش أنك تدفع أحيانا تدفع زكاية ده غرم صحيح طب الغرم يجي ازاي من أن ملك يضعف ما نقص أمال عبد المنصد فأنت شايفها ايه غرامة شايفها نقص ده هي زيادة صحيح وكان الله وكان الله غفورا رحيم وكان هذه ليست تساعدا ماضي كنت أقول كان لا لا كان وما زال مع الله عز وجل ليس هناك ومن تاب وعمل صالحا ممن تأكيد بقى أن من يتوب ايه مآله ايه مآله فإنه يتوب إلى الله متابة يعني يعني تصير التوبة هوية له لم يقل يتوب إلى الله توبة لا 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 متابة متابة يعني يعني أنه هو صار هذا الإنسان يعني يكتب عند الله أنه صفة التوبة سبحانه الله العظيم لا 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 تصير التوبة ملازمة له ولهذا لم يقل يتوب إلى الله توبة لا 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 توبة دي مرة تفيد اسم مرة جلس جلسة اسم مرة اسم الحيئة لكن لا متابة كأنها صارت ايه مصدر حركته والذين لا يشهدون الزور هذا استعناف لبعض الصفات الصفة العاشرة والذين لا يشهدون الزور يعني إياكم واشتركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال ألا وشهادت الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت الله أكبر آه إذا سهدته الزور ليس في المحكمة فقط تعمل بعشر أين د cleanseك studies هاذا نحو وقفنا على باب المحكام نحو ولات وقفنا مسأل بعض السلام بهذا الخصوص يعني هنا لك وناسوا يحاولون إخراج الأخرين بالحج عن طريق شهادات هذه شهادة الزور بالمحكم شهادة الزور هذه شهادة الزور هذا شهادة الزور شهادة الزور إنها تخرج تحج شهادة الزور الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية لا تقول هذا عمي هذا خليل شهادة لا عمه ولا خله رجل ما حرم لعشرين امرأة في الحج في الرحلة ومن يشهد هذه الشهادة شهد زوغل يأثم هل هو خالها وإذا لم يكن يعرف وقيل له خلص عفو الله ما سلف ومن عاد هو حر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني لما يشوف لغو كلام فاضي لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الأخلاق لا يلتفتون إليه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني الآية مر عن التدبر لا تدبر لما تريد أي عن السمات وما فيها الأرض وما فيها البحار الجبال الرحمة لا يمر عليها هكذا ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك يا رب عشان العبد الإله يظهر ويشف صدور قوم المؤمنين ترى لظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرعوا إليه من دعائك عليه الله نعم نعم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني في الخلفة ها يبقى الأزواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت فهو يدعو يعني من ضمن السمات عبد الرحمن أن يجعل الذرية في خدمة الدين نعم ها يحفظهم القرآن يقيمهم على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة لما يكبرهم لا بس لابد من عمل وما العمل الصراحات يعني أقصد يعيشوا سنهم لا 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 في خطوات لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم ترك له الحبل على غاربه يعني نضيق عليه الحياة بل لا نضيق بالعاكس نحن نطلقه نطلقه لا يعيش في المنة تعيش سنها تعيش سنها يعني لما تتجاوز إن شاء الله تتزوج إن شاء الله إذا أراد أن يتزوجها يتزوجها من على شاكلتها يجي لها المنخنقة والموقوذة وما أكل السبع لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقول له وكلتك للحي الذي لا موت والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عام واجعلنا للمتقين إمامه ده مش تقي عادي ده هو إمام المتقين صحيح يعني داخل في درجة يعني درجة كده من درجات الخير الله أكبر واجعلنا للمتقين إمامه أولئك يلزون الغرفة بما صبروا كل الآت اللي قلنا دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن الغرفة هي أعلى درجة في الجنة في الفردوس الغرفة الغرفة اسموها الغرفة يقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة ودي أجمل مكان في الجنة ورد الغرفة غرفات أيضا وغرفة الغرفات أمنوا سبحان الله غرف من فوقها غرف مبنية والغرفة هذه من أفضل الأماكن في الجنة وهذه صفات الداخلين والساكلين فيها أولئك يلزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة آخر آية مهمة جدا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقامة حسنة الغرفة مستقرا ومقام مستمر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم اقيمتكم أنتم لولا الدعاء في ناس تستهين بالدعاء لا يخدع ادعو في السراء ادعو بقول لي أبو لي يعني فضلتك مع ذلك هو الدعاء يغير القضاء يعني إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله مكتوب عند ربينا إن شاء الله يغير إن شاء الله يغير عبد الملقات على الدعاء فإن يغير القضاء يغير القضاء بإذن الله رب العالمين لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين في الحديث سبحان الله قل ما يعبأ بكم رب يعني سبحان الله يديكم رعايته لو لا دعائكم دعاء مهم من اللي بيسأل الله يغضب الله عليه سبحان الله لا بد أن تكون لحوح في المسألة فقد كذبتم من الله عز وجل في أنكم استغنيتم عن الدعاء يقول لك أدعي ليه يقول لك أدعي ليه من عندي الأبوال عندي والجاه وأنا أدوس على الزر تفتح الأبواب كل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لزانا يلازمكم إما النعيم إن أطعتم وإما الجحيم إن عصيتم هذه صفات عباد الرحمن يعني لعلى المشاهدين والمستمعين كتبوها لأننا أسرعت أن الوقت زحف وكذا فأردت أن أوضح هذا الأمر وهو بالفعل زحف الوقت وانتسحب بساطة من تحت أقدامنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا القوة والقدرة والهمة والعزيمة على أن ندخل في ضمن صفات عباد الرحمن ونحاول جهدين في الحياة الدنيا أن نجد وأن نجد إن شاء الله بارك الله فيكم الدعاء نختتم بهذه الحق الله صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا شهيد يا رسول الله اللهم لا تلع لنا في هذه الدائدة العظيمة ذنبا إده غفرت ولا مريضا إده شفيت ولا عصيرا إده أسرت ولا كربا إده أذهبت ولا همّا إده فرجت ولا دينا إده قضيت ولا ضالا إده هديت ولا مسافرا إده غانما سالما لأهلي إده وقد رددته ولا طالما إده نجحت ولا مجاهدا في سبيلك إده نصرت ولا حاجة من حوائج دوني لك فيها رضا ولا نافيها صلاح إده قضيتها ويسرتها يا رب العالمين كما نسألك أن تهب أبناتنا أزواجا صالحين وأن ترزق أبنائنا بالزوجات الصالحات وأن تطرد عنهم شياطين الإنس والجن وأن تختم لنا بخاتمة السعادة الأجمعين آمين آمين وأن تولي ذلك والقادر عليه وصد الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم يا رب تسيما بارك الله في فضلتكم شكرا وعلى عمل اللقاء بفضلتكم في حلقة قدمة إن شاء الله مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء ورئيذاتي الشرق بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكبه الزمان وحتى نلقاكم في الحلقة القديمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع الوعد الحق نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا 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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ترجمة نانسي قنقر